ارمي الكارت يا حدوتة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعصول الله ركزوا معي شباب السنوية العامة بدلاتي هقولكم معلومة مهمة حاجة تنفعكم جدا في النصوص المتحررة هقولكم دلاتي ازاي تذاكروا الادب وازاي تذاكروا النصوص يعني تطبيق عملي كده زين تذاكروا الادب ونصوص وهل النصوص المنهجة نذاكرها بتاعتنا ولا صلي عنها بشات السلام ايا كان الكتاب الخارجي اللي معاك بالكتاب اللي معايا دلوقتي فعشان كده بشرح ايه بشرح منه المهم لما تيجي تذاكر ايه حاجة هتعمل ايه رقم واحد هتجيب ايه هتجيب اول حاجة الادب النصوص بتتذاكر معها الادب ما يفعش تذاكر الادب الواحد ولا نصوص دواحده لازم اتنين مع بعض يبقى رقم واحد هتذاكر ايه حاجة هتذاكر الادب اول مدرسة عندنا هي مدرسة الاحياء والبعث وجد التطوير تمام هنطلع مدرس الإحياء والبعث وجد التطوير طيب ده درس الأدب لو ما تيجي الزاكر وتعمل إيه هل هتحفظ كل ده ما تحفظ بالله عليك ما تحفظ جماعة الامتحان صح ولا أبن بوك يعني الامتحان هتخش بكتاب هتخش الامتحان بالكتاب هتطبعه بقى وهتصوره أين كان انت دخل الامتحان بالكتاب فرقم واحد تعمل إيه رقم واحد زاكر كوي سيزم تفهم أهم حاجة الفهم افهم كل حاجة افهم عنام مشافها مراسلة كلام ذا كله شرحناها كل الكلام ذا ما شرحناه في الحلقات ابركز معي واشوف الشرح تاني لو فتطة حاجة مشافها يعني ايه مراسلة يعني ايه لازم تكون تم فهم كل النقطة يعني انفتاحها الثقافة الغربية يعني انفظول وطني ايه هي الجامعة الاسلامية دي ولا ايه شرح الأبياد دي لازم تفاهم الحاجات دي كويس لازم توقف فهمها الأدب ايه دي أدب كويس دي رقم واحد رقم اتنين ممكن تحفظ الحاجات المهمة يعني احفظ احفظ اسماء الشعراء وحفظ برهيم ووحمد شاوي يازم تكون عارفهم طبعا تكون عارف العوامل بتاعت الشعر بتاعهم تكون عارف النتائج وتعالى السمات الشعر بتاعهم خصائص الشعر بتاعهم الحاجات المهمة احفظها النقطة المهمة اوي تكون عارفها في دماغك وحافظها لكن اهم حاجة مش تحفظ كل حاجة صم يعني مش تحفظ الابيات مثلا اللي عندك لا يبقى انت ايه ركز معي الادب بيتذاكر بسهولة وبساطة لا الله rrq卢 1 شوف الشرح سواء عندنا في القناة او اي حد من الزملاء biasrás useless bzكhd font N who knows what? تذاكر وتفهم كل نقطة قوي لايزم تبقي فاهم جدا عشان الفهم هو اللي هيساعدك في الامتحان ماذا? 3. تفتح النص اللي عندك بتاع المداسة افتح النص لو ايه ليه هو غربة حنين هنا 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 علينا نص غربة حنين بتاع ايه بتاع احمد شوقي وتفتح نص غربة حنين وتذاكره اتقول طب انا اذاكر ليه مش الامتحان نصوص متحررة ايوة نص متحرر في الامتحان بس خلال بقى النص المتحرر بيجي شبه النصوص اللي عندك بيجي شبه النصوص اللي عندك وبيجي نقط فيه شبه اللي عندك يبقى انت تذكره ازاي ما قلت لكش احفظ معاني او ما قلت لكش مثلا احفظ كل حاجة فيه لا بس انت تحاول تطبق المدرسة عليه يعني مثلا مش احنا دلوقتي خدنا في مدرسة الحقيق والبعث ان منسماتها مثلا ان منسمات بتاعتها ان هما بيقلدوا القديم بيقلدوا الشعراء القدامى صح ولا بيقلدوا الشعراء القدامى بيقلدوا دايما الشعراء بتوع زمان طيب فين التأليل ده ظهرنا في القبيعة اه ظهرنا بيقول لنا هي اختلاف النهاري والليل يونسي اذكرة للصبا واياما انسي هتلاقي في الكتاب عندك شارح وهتلاقي كل الكتب الخارجية شارحة بتقول لك ايه يونسي وانسي ده اسمه ايه اسمه تصريع تصريع جاء في اول بيت والتصريع له سمه من سمات القديم خلي بالك البدء بالتصريع سمه من سمات القديم يبقى رقم واحد عندنا سمه هي من سمات القديم البدء بالتصريع يبقى عندك سمه من سمات الكلاسيكية البدء بالتصريع كده انت بتذكر صح كده انت بتشوف السمه اللي في المدرسة وبتطبقها عن نص اللي عندك كده عمرها ما تروح من دماغك عشان في المتحمى لما يجيب لك نص زي ده او شبه ده يقول لك استخرج سمتين او مثلا جيب لك في الاختيارات سمات المدرسة الكلاسيكية او سمات المدرسة الوجدانية او مدرسة ابولو او المهاجر او الديوان او الواقعية اي ان كان المدرسة هتعرف تستخرج كويس ليه الكلام ده عشان انت منطبق على المدرسة يبقى لازم تطبق على ايه على المدرسة عندنا مثلا هنا بيقول وصفة لي ملاوة من شباب وسلا مصر بيكلم مين بيكلم اتنين صح صفة سلا دي الف ايه الف اثنين من الاتنين دول? هتلقي في الكتاب شرح عندك بيقولك ان الاتنين دول اتنين بيتخيلهم الاتنين بيتخيلهم والشعراء القدامة كانوا دائما بيتخيلوا اتنين زي مثلا الشاعر القفاء نق toppى من ذكرى حبيب ومنزلي يبقى انت هنا الشعر بيقلد الشعراء القدامة يبقى انت رقم اتنين عندك ايه? عندك مخاطبة الصاحبين ان هم اتنين بيتخيلهم في دماغه عندنا ايه كمان? القصيري شعر ايه؟ شعر السياسي ركز معي القصيدة غرضها سياسي بينقض فيها الاحتلال يبقى عندنا الغرض السياسي وده غرض جديد ظهر في الشعر ده كله في شرح القصيدة يعني في الامتحان لو جاب لك اي حاجة على قبل غرض السياسي هتعرف تجاوب القصيدة معارضة شعرية والكتاب شرح يعني مي معارضة شعرية يعني مي معارضة شعرية قلناها بكده في الحلقة معارضة شعرية يعني شعر قديم كتب قصيدة مشهورة اللي هو البحتوري هنا وهي واحمد شوقي بيقلده او شاع الجديدان بيقلده بيكتب قصيدة شبهه بالزبط يعني في الامتحان لو جاب لك تعريف المعارضة الشعرية او مثلا سألك عن المعارضة الشعرية في الابيات او جاب لك بيتين شبه بعض وقال لك ايه ما بينهم واللي جابه صحكة معارضة شعرية يبقى انتك هتعرف تجاوب هتعرف ايه تعرف تجاوب يقبل لها عليك اما تجي تزاكر هتفتح الادب مش هتحفظ فيه حاجة هتحفظ النقطة المهمة قوي بس وهتفهم كل نقطة فيها لازم تفهم قوي كل نقطة فيها ده رقم واحد رقم اتنين هتجيب النص اللي عندك النصوص اللي عندك وتعمل ايه وتذكرها ما تحفظ فيها حاجة ممكن معنى مهم تحفظه وماشي لكن اهم حاجة تعمل ايه تشوف النص جاهز ازاي تشوف المعاني جاهز ازاي ترتيب الابيات جاهز ازاي هل في واحدة عضوية في الابيات ولا لا لازم دي الحاجات تعرفها ايه عاطفة الشاعر ايه غرض الشاعر اعتبر منذ نصة عندك نصحة التطبيق تماما ان تتذاكر كواس اخر خطوة تزاكرها ان تحل النصوص المتحررة وتحل النصوص متحررة لحلين على القناة من eraser is mailing والسواس نحل كثير في المراجعة وبالتحل النصوص المتحررة اللي انην مثلا فيkg لاني بيضا النصوص المتحررة طبق ايه 다�ربت ثلاث عصفير freight حجر واحد. ذكرت ادب. وذكرت نصوص وذكرت بلاغة. دي الطريقة المسلى ودي احسن طريقة. بالله عليك تذاكر بها ايه? تذاكر بها ادب ونصوص وبلاغة في المنهج الجديد. واحنا على القناة الحمد الله شرحين منهج البلاغة وشرحين الادب وشرحين ايه? شرحين النصوص. يبقى بالله عليك حاول توصل الفيديو ده لصحابك. حاول تعمل شير للفيديو ده وتوصله لصحابك. هتنقص به ناس كتير جدا. ناس كتير حد الوقتي مش عارفة زيك الادب او نصوص او بلاغة. لو عجبك الفيديو وبالله عليك لا تنسى الاشتراك في القناة وتعمل لايك وتتشفر مقطع من صحابك. عشان نقدر نكمل محتوى الهادف مجانا لكل الطلبة. سبحانك اللهم وبحمدك. نشهد والله إله الا انت نستغفرك أعطوب عليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.